موسيقى هذه أبرز العناوين المنتخب الوطني المغربي للفوتسالة يتغلب بحصة عريضة على المنتخب الأسباكستان مفاجأة قوية وليد الرجرقية يكشف على لائحة المنتخب الوطني المغربي بأسماء عالمية الويدادة يواجه سيمبا التنزانية في أول اختبار للمدرب الجديد فوز البنزرتي وعينه على الانتصار ينعج حضوضه في بلوغ الدور الموالي من عصبة الأبطال الدول المغربين في أكرادة يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدور الإجليزية تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من تحقيق انتصار عريضة على حساب نظيره الأسباكستانية في المباراة الويدية التي جرت مساء أمس بميدان هذا الأخير وانتهى الشوط الأولى اعتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدفين لهدف واحد سجلهما كل من خالدة بوزيدة وبلال بقالية وحزز الأسود النتيجة في الشوط الثاني بإضافة أربعة أهدافة من توقيع سوفيا المسرار سوفيان الشراوي إدريس رئيس الفني وأنس العيان لينتهي اللقاء بنتيجة مرسومة لصالح المنتخب الوطني المغربي بستة أهداف مقابل هدفين ومن المنتظرين يتواجه المنتخبين في المباراة الويدية الثانية تتجمع بينهما غدا للأربعاء العشرون دجنبر الجارية يستعد وليد الرجراجية مدرب المنتخب المغربي الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لخوض بطولة كسوم إفريقيا الكوتيبور التي تصدف والصحي العاش في الفترة ما بين 19 يناير 11 فبراير المقبلين ويتجه المدرب وليد الرجراجي إلى الاعتماد على نفس التشكيل التي تألقت في بطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك رغبة منه في الحفاظ على إنسجام اللاعبين فيما بينهما ونفس النظام اللاعب الذي نهج في غالبية المباريات التي خاضها زملاء القائد رومان سايس في الفترة الأخيرة وكشف المصادر من الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي أن وليد الرجراجي أن يعدل في التشكيل الأساسي لأسر الأطلس خلال بطولة الإفريقية باستثناء تعديلات بسيطة قد يضطر للقيام بها في حال توجود إصابات طريقة وأضافت المصادر هناك أسماء لا يمكن الاستبعادها في البطولة وحضورها في التشكيل الأمر أساسي ويتعلق الأمر بالحارس ياسيد بونو والمدافع عشر الحكيمي ورومان سايس ونيف أكراد ونصير مزروي إد شفية من الإصابة وشفية مرابطة وعز الدينون حيوى من حريج وحاكم زياش ويوسف انصيري وتابعة المصادر سيكون هناك عدد من الخيارات أمام المدرب وليد الرجراجي في دل تألق مجموعة من اللاعبين بغرض مشاركتهم الأساسيين أو بودلاء من أبرز إمامين عدلية وأيوب الكعبي ويحيى عطية الله وسليم أملاح وبيل الخنوسة وشادي رياض وغيرهما وعالم موقع العربي الجديدة أن المدير الفني لمنتخب المغربي سيراعي في اختياراته الجاهزية البدنية لكل لعب على حدة وتجربتي الإفريقية وقدرتي على التأقلم بسرعة في الأجواء المناخية السائدة في الساحل العاجة حيث الحرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة حالية وهو ما يعني استبعاد عدد من اللاعبين الغير المؤهلين لحسم النزالات الثنائية خلال المباريات كاسم إفريقيا الكوتيفورا يخوض نادي الودادة الرياضية يومه التلتاء منعطفا حسما في مصاره ضمن دور بطولة أبطال إفريقيا حين يحل ضيفا على سنبا التنزانية ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعة ويصعى الفريق الأحمر للعوضة بإنتصار تامين من قلب الأراضي دار السلام في تنزانيا من أجل العوضة بقوة في حسابات تأهل ضمن مجموعة ثانية وستكون مواجهة اليوم الأولي للمدرب التونسي فوز البنزرشي الذي عوض بدل لعادي الرمز في الرابع تجربته التدريبية رفقة الفريق الأحمر هذا وسيغيب عي مباراة المذكورة كل من عميد الفريق يحيى جبران بداعي الإيقاف والمدافئ أمين طرحان والمهاجم الليبي حماد الهوني بسبب الإصابة وسيقول الحكم القابوني بيرغيسلان أتشو المواجهة وستبعد المواطنه ديالو بوريس ماليرس ويحتل نادي الودادة الرياضية المركز تايج بثلاث نقاط فيما يتواجد سنبا التنزاني في الصف الأخير برصيد نقطتين فقط علما أن أسك ميموزا يتربع على الصدارة بمجموعة سبعة نقاط فيما يأتي جواني الغالاكسي البوتساني في المركز الثاني بأربع نقاط ويحل نادي الودادة الرياضية طيفا على سنبا التنزاني يمتلثاء في دار السلام انتلاقا من الساعة الثانية بعد الزوالة بتوقيت غرينيتشا يواصل الدول المغربين في أكردا المحترف في صفوف نادي ويسام يونيتد الإنجليزية تحطيم أرقام القياسية في الدول الإنجليزي حقق المدافع المغربين في أكردا رقما مميزا في الدول الإنجليزي بروميارليك هذا الموسم عوضح موقع سوفا سكور متخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين إحصائية لافتة تخصص ألوق أكردا في خطوة دفاعه لإنجليزي هذا الموسم وأبرز الموقع العالمي إحصائيات تشير إلى أن المغربي الدولي صاحب 27 عامان أم يتعرض لأي مروغة في آخر عشر مباريات مع فريق يويسام يونيتد في مختلف المنافسات التي شارك فيها مع الفريق ترجمة نانسي قنقر